سلام الله عليكم صغار الأعزاء أسعد الله أوقاتكم أطفالي اليوم يا أطفال سأقدم لكم نشاطا جديدا وممتعا فيما قبل الرياديات فأنتم تحبونه كثيرا فهيا ركزوا معي يا أبطال أهداف نشاطي اليوم كالآتي حل مشكلة بالمحاولة والخطأ وتكرار المحاولة حتى الوصول للنتيجة المطلوبة زيادة الانتباه والتركيز وخصوصا التركيز البصري تعلم المعلومة بطريقة ممتعة مارحة وفيها التحدي المتاهات التعلمية يا صغار الأطفال هي عبارة عن لعبة تعلمية فهي بمتابة شبكة بسيطة من الممرات يجب عليكم أيها الأطفال إيجاد طريق بداخلها للوصول إلى الهدف والآن يا صغاري سنبدأ نشاطنا ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ هذا طفل وهذه مدرسة فهذا الطفل يا صغاري يريد الذهاب إلى المدرسة إذن يا صغاري سنحاول مساعدته على ذلك وذلك يا أحبائي باستعمال الأصبع أحسنتم يا صغاري ها قد ساعدتم هذا الطفل في الوصول إلى مدرسته شكرا لكم يا أحبائي أما الآن يا أبطال في هذه الصورة نلاحظ ممرضة ولكن يا صغاري هذه الممرضة تريد الوصول إلى المحقنة فأثناء سيرها داخل هذه المتاهة يمكن أن تجد طريقا مغلقا فإذا وجدته يا صغاري عليها أن تغير مسارها والبحث عن طريق آخر هيا إذن سأترك لكم فرصة لمساعدتها في إيجاد الطريق الصحيح رائع أحسنتم هذا هو الطريق الذي سيوصل الممرضة للمحقنة والآن يا أطفال سننتقل إلى نشاط آخر هذا الكتكوت يا صغاري تاهى عن أمه هيا ساعدوه في إيجاد الطريق للوصول إلى أمه دائما باستعمال الأصبع نحاول التمرير لنجد الطريق الصحيح حاولوا التركيز يا أبطال توجد حواجز ببعض الممرات ابتعدوا عنها وابحثوا عن ممر آخر جيد يا أبطال وجدتم الطريق الصحيح وساعدتم الكتكوت والآن سنمر إلى النشاط الموالي ماذا تلاحظون في هذه الصورة أجل هذا نجار وهذا منشار هذا النجار يا أطفال يريد أن يصل إلى منشاره ولكن أمامه مجموعة من الممرات وبعض هذه الممرات يا صغاري مغلق فما هو الممر الصحيح الذي سيمر منه النجار ليصل إلى منشاره رائع يا أبطال هذا الممر هو الذي يمكن للنجار المرور منه للوصول إلى المنشار جيد يا أبطال وبعد تتبعكم لهذا الشريط أظن أنكم أصبحتم تعرفون معنى المتاهات وطريقة إنجازها والآن أصبحتم قادرين على إنجاز المتاهات البسيطة ولهذا أنا بعد لكم نشاطا مع هذا الشريط فحاولوا إنجازه ولكن قبل أن تستعملوا الأقلام ابدأوا بحل المتاهة بأصابعكم والآن يا أعزاء الصغار بكل محبة ووفاء أقول لكم إلى لقاء آخر إن شاء الله دمتم سالمين يا أبطال ترجمة نانسي قنقرين